الأرجوزة المئية في ذكر حال أشرف البرية لألامة بن عبد الإزي الحنفي رحمه الله بسم الله الرحمن الرحيم المقدمة الحمد لله القديم الباري ثم الصلاة على المحتاري وفادوا كسيرات الرسول من نمات مجازة الفصول من مولده صلى الله عليه وسلم حتى وفاة أمه مولده في أشر الفاضي ربيه الأول آم الفيلي لكنه المشهور ثاني أشره في يوم الإشنين طول أفجره ووافاق الإشرين من نيسانا وغبله عاميه حانا وبعد أميني قد فاتما جاءت به مردئه سليما حلمات لأمه وأدت به لأهلها كما أرادت فبعد شهرين شقاق بطني وكلا بعد أربعين من سنه وبعد ست ما شهر جاء وفاة أمه آل الأبواء من كفالة جده حتى رهلة الأولى إلى الشام شل الله عليه وسلم وجده للأبي أبد المطلب بعد سامان متى من غير كادب ثم أبو طالب الأم مكفال إدمده ثم إلى الشام رحل وذكا بعد آم إثني أشر وكانا من أمر باه رام الشعر أملهما السيدة حديجة والزواج منها وأبنائه صلى الله عليه وسلم وسارانا والشام أشعر في الوارى في آمي حمسات وعشرين أدكورا لأمنا هاتجة متاجرة وآدى فيه ربيها مستبشرة فكان فيه أعضوه عليها وبعده إفضعوه إليها وغلدوه من أهل إبراهيم فالأول القاسم هذا التقريم وزينام رقية وفاتمة وأم قلس من لهن حاتمة والطاهر الطيب أم الله وكلا كل اسم لفرد زاهي والكل في عياته ذا كله من وبعده فاتمة من اسفعام إعانة منع القابل ووضعه صلى الله عليه وسلم لأجر الأسود وبعد همس وسلسين عضر بنيانا بيت الله لما أندسر وحكمه وردو مما حكم في وطي داكال هجار الأسود من بداية بيساته صلى الله عليه وسلم حتى الجهر بالدعودي وبعد أبنى بأينا أرسلا في يوم الإسنين ياكين فانقلا في رمضان أورابي الأوالي وسورة أقرأ أول المنزلي سمى الهدوء والصلاة اللامة جبريل وعي رقعتني محكمة سمى مادة إشرون يوما كاملة فرمات الجنة نجومن هائلة سمى دعا في أربع الأعوام بالأمر جارة إلى الإسلام من الهجرة الأولى إلى الهبشة حتى وفاة السيدة حتيجة ورابئ من النساء وسنعاشا من الرجال الصبي كل قد هجر إلى بلاد الهبشة فيه مصيام وفيه أدو سمى عدو لما لم سلسة هم وسمنون رجل وما هم جماعة حتى قامل وهن أشر وثمان سمى قد أسلام في الساري سن الزمد الأمزة الأسد وبعد تس من سن رسالته متى أبو طليباد كفالته وبعده هاتجة توفيت من بعد أي من سلسة مالت من سماء الجن القرآن حتى رهلة الإسرائي والمعراج وبعد هم سن وربء أسلاما جن ناسبنا وأدو فألاما ثم على سودة أمضى أقضاه في رمضانا ثم كان بعده أغلبنا تسدك في شوالي وبعد هم سن وأمين تالي أسر به والصلاوات فريدت حمسا بهم سن كما قد هفيدت والبيعات الأولى ما أسني أشار من آل طيبات كما قد دقرا وبعد سندين وهم سن آتا سبونا في الموسم هذا سبط من ضيبات فبيعوا ثم هجر مقات يوم أسنين من شهر الصفر فجاء طيبة الرضا يكينا اجتمل السلسة والهم سنة في عمل إسنين ودام فيها أسر سنين كما لن نهكيها أعداس السنة الأولى بعد الهجرة أكمل في الأولى صلاة الآضر من بعد ما جمع فاسمع عبره ثم بان مسجد في قبائي ومسجد المدينة الغرائي ثم بان من هوله مساكنا ثم آتا من بعد في هذه السنة أقل من نصف الذين سفروا إلى بلاد الأبشئين هجروا وفيها أشرف الأحيار بين المهاجرين والأمصار ثم بان بمنة هل صابي وشراء الأدنى فاقتدبي أعداس السنة الثانية والثالثة من الهجرة وغسوات الأبواء بعد في الصفر هذا وفي الثانية الغسوشتهر إلى بوات ثم بدر ووجب تهول الكبلة في نصف رجب من بعد الأشعر يا إخواني وفرد شهر الصومي في شعباني والغسوات الكبر التي ببدري في الصومي في سبيع عشر شهري ووجبت فيه زاكاة الفطري من بعد بدن بلايال عشر وفي زاكاة الماليه الفنفدري وماتاد ابنة النبي البرري رقيات قبل رجوع السفري زوجات أسمنة وأرسو التهري فاتمات ألالي القدري وأسلام الأباس بعد الأسري وقينقاء واسوهم في الإسري وبعد ضعا يوم إيد النهري وغسوات السويك ثم قرقرة والغسو في السلسات المشتهرة في غدفان وبن سليم وأم قلس مبنة الكريم زوج أسمنة بها وهصة ثم تزوج النبي حفصة وزينبا ثم غزا إلى أووت في شعر شوال وأمراء الأسد والعمر ورمت يكينا فاسمع أن هذا وفيها ولد السبت الحسن أحدث السنة الرابعة من الإجراء وكان في الرابعة الوسبوع إلى بني النادر في رابع أولا وبعد موت زينبا المقدمة وبعده نكاء بالسلامة وباندجاز ثم بدل الموهيد وبعدها الأسف فاسمع وعدودي ثم بني كوريدات وفهمة هلف وفدات الرقاع ألم كيف صالة الهف والقسر نومي وآيات الهجاب والتيمم كيل بارجمه اليهوديين وموليد السبت الرد الأسين ترجمة نانسي قنقر